بغداد التي يشطرها نهر دجلة إلى قسمين الرصافة والكرخ تضم 12 جسراً حيوياً وهي الصرافية والشهداء وبغداد المعلق وذو طابقين والأئمة والأحرار والأعظمية والجادرية والجمهورية والسنك وباب المعظم والمثنى وعلى بعض هذه الجسور يخوض المحتجون معركة للعبور من الرصافة إلى الكرخ حيث المنطقة الخضراء شديدة التحصين وهذه الجسور مغلقة تماماً من قبل قوات الأمن للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء والجسور المغلقة هي جسر الجمهورية الذي يعد الساحة الأكبر للاحتجاجات وهو جسر يوصل إلى المنطقة الخضراء وجسر السنك الذي يؤدي إلى ساحة الخلاني التي شهدت التظاهرات الأعنف كما يوصل إلى السفارة الإيرانية بالإضافة إلى جسر الأحرار الذي يؤدي إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون العراقي وجسر الشهداء الذي تغلقه السلطات بين فينة وأخرى ويؤدي إلى المتحف العراقي أما جسر باب المعظم ويعرف بجسر السابع عشر تموز فيؤدي إلى شارع حيفا معين المتظاهرين من جانب الكارخ ويسعى المتظاهرون للسيطرة على هذه الجسور للوصول إلى مقر الحكومة وإسقاطها عنوى ولكنهم في كل محاولة لعبور أي منها يسقط ضحايا وجرحا برصاص قوات الأمن نوال عياض العربية